موسيقى أهلا بكم حققت جامعة العلوم التطبيقية مركزا متقدما في تصنيف QS العالمي بحلولها في المرتبة 651 ضمن قائمة أفضل ألف جامعة على مستوى العالم من أصل 5500 جامعة شملها هذا التقييم وبذلك تكون أول جامعة خاصة في البحرين تحقق هذا المركز المتقدم ما يجعلها واحدة من بين أفضل الجامعات الخاصة على مستوى العالم حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في ستوديو البرنامج الأستاذ الدكتور غسان فؤاد عواد رئيس جامعة العلوم التطبيقية للحديث عن هذا الإنجاز وكيف تحقق أهلا بكم من جديد وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور غسان فؤاد عواد رئيس جامعة العلوم التطبيقية مساءك الله بالخير الدكتور مساء النور سعيد بوجودك معنا في البداية نبارك لكم هذا التمييز اللي حصلت فيه عليه في تقييم كيو اس الجامعة حصلت على مركز ما بين 651 إلى 700 من أصل 5500 جامعة على مستوى العالم تقدمت لهذا التصنيف فهذا يعني شيء يشرفنا في مملكة البحرين ويسعدنا وتعرف حضرتك ما للتعليم من مكانة كبيرة وأهمية في البحرين لكن كمشاهدين الآن احنا ما نعرف يعني ما هو تصنيف كيو اس ياريت في البداية تعرفنا نعم ما في ميش مشكور أخي علي أولا للإصطدافة الكريمة ومشكور لبرنامجك الطيب مشكور تلفزيون البحرين المتقلق دائما طبعا أول شيء بحابة أولى أنه على وباء كورونا الله يبعد عننا جميعا يا رب ويحفظ مملكة البحرين ملكا وقيادة وحكومة وشعبا ويبعد بلاء كورونا عننا جميعا وبحي طبعا جهود اللجنة التنصيقية برئاسة سمو ولي العهد والكادر الطبي منتسبي وزارة إخلية وكافة الوزارات الجيش الأبيض الذي يحارب من أجلنا فالله يحميهم يا رب يطيهم العافية بالنسبة لموضوع الـQS هو أحد التصنيفات العالمية هناك تصنيفات أخرى هناك تصنيف تايمز وفي تصنيف شانجهاي لتصنيف الجامعات تصنيف الـQS من أهم التصنيفات العالمية للجامعات وتصنيف سنوي يقيم الجامعات في مختلف أنحاء العالم ويعتمد على عدة معايير على معيار السمعة الأكاديمية معيار سمعة الخريجين مع أرباب العمل سمعة أو البحث العلمي والـCitations للأبحاث المنشورة نسبة الطلبة للأساتذة الأكاديميين عدد الأساتذة الأجانب في الجامعة وعدد الطلاب الأجانب في الجامعة فهذه هن الست معايير اللي بيعتمد عليها الـQS طبعاً بدي واحد يقدم الأبليكيشن هذه السنة كان فيه مثلما تفضلت حضرتك وقلت 5500 جامعة قيموا ألف واثنان صنفوا من ضمن الحمد لله جمعتهم التطبيقية كنا برقم 651 إلى 700 إذا أخذنا في العالم حوالي 28 ألف جامعة لما تكون رقمك بين 651 إلى 700 يعني تقريباً تقييمنا نحن من ضمن 2.5% في جامعات العالمية طبعاً هذا فخر كبير لمملكة البحران فعلاً شيء منعتز فيه للمملكة ككل مملكة البحران جامعاتنا عم تعمل 100 هذا شيء بيشرف شرف كبير لأينا ونحس حالنا أنه عم نمثل البحران أجمل تمثيل كجامعات طبعاً هذه جهود يعني متواصلة من كافة أطراف يعني من المجلس الأعلى للتعليم والتدريب مجلس التعليم العالي من الأمانة العامة للتعليم العالي من هيئة جودة التعليم والتدريب من يعني الجامعات جامعة والتطبيقية عملنا بجهد يعني هذا كان فيه إلى مخطط أنه كيف فينا نقدر نوصل للعالمية كانت يعني رؤية كمان سعادة وزير التربية والتعليم دكتور ماجي بن علي النعامة والأمانة العامة من التعليم العالي أنه نتقدم إلى الـ QS العالمي ونرى الـ Ranking وين نكون فالحمد لله أنه يعني كنا بمتقدمة وهذا إنجاز ضد طبعا كمان في شغلة أخذي وستحبت بذكرة يعني لأنه كمان هذه الجهود تأتي من طريق رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سمير عبدالله ناس وأعضاء مجلس الإدارة من جهود ورؤية الأستاذ دكتور ويب أحمد الخاج رئيس مجلس المناء وأعضاء مجلس المناء جميعا من الجهود المشتركة من الأعضاء الأكاديميين والإداريين في الجامعة من الطلاب من الخريجين من أعضاء المجالس الاستشارية فهذا مجهود يعني جماعي التمييز بهذا المستوى لا يحدث إلا إذا تكاملت كل الظروف وشارك فيه الجميع دكتور ذكرت بأن هناك ست معايير من خلالها تصنف يعني الجامعات لتحصل على هذا التصنيف الـ QS العالمي ذكرت من ضمنها طبعا اللي هو مستوى الطلب الخريجين وأداءهم في سوق العمل أيضا نسبة الطلبة للمدرسين البحث العلمي وما إلى ذلك تميزت في ماذا يعني التمييز أكيد طال لكل لكن أكثر ما تميزت به الجامعة شنو كان أنا بتصور أنه كانت السمعة الأكاديمية للجامعة لأنه عليها 40% بالتقييم هذا فتصور أنك لما يقيموك على أساس السمعة الأكاديمية يعني وجودك العالمي وجودك في المؤتمرات في الندوات البحث العامة تنشره جودة التعليم يعني لما أنت تحصل اعتماد الأكاديمي من مجلس التعليم العالي اللي عملها بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني لما تحصل المراجعة المؤسسية من هيئة جودة التعليم والتدريب اللي عملت لجان بالاعتماد الأكاديمي اللجني كانت كلها من بريطانيا كلهم أجان من إنجليز بأسناء المراجعة المؤسسية كان فيه بروفيسورة من اليوكا على ما أعطاك كنت تشتر في جامعة أكسفول وكنت يعني لما تشوف انت التقييم طبعا كيف حصلنا الاعتمادية والمراجعة المؤسسية وفيه شغلات كتير تتجي معها يعني لما تحصل الايزو سرتيفكاشن الايزو سرتيفكاشن لأعمال الإدارية ولأعمال الأكاديمية فيه اثنين ايزو اللي حصلناهم ايزو نين تازن وان تونتي ففتين اللي هو تونتي ففتين اللي هو اللي هو بيتولى الشؤون الإدارية وكمان حصلنا ايزو تونتي وان زيرو زيرو وان الفين واثمانطعش اللي هو بيهتم بالشؤون الاكاديمية كنا اول جامعة يمكن على مستوى الصوى الخليج تحصل ايزو سرتيفكاشن بهالمجال عدة شغلات عملنا عملنا الـ QS ستارز أخ خالي QS ستارز عمناها السنة الماضية حصلنا فيها فور ستارز كل هاي الشغلات بتفيد الرنكينج تبعنا على مستوى العالم العربي التصنيف الجامعات العربية كان رقمنا سبعة وثلاثين السنة الماضية السنة التي قبلها كنا خمسة واربعين تقييمنا في تايمزها ريديكيشن اللي هن الـ بيشوفوا تأثير الجامعات معتمدين على الأمم المتحدة السبنتين سستانبو ديفيرم جول سبعة عشر هدف تنمية المستدامة ويقيمو كان رقمنا أربعمية وواحد على مستوى العالم كمان لما تشوف الأرقام كلها عملنا مؤتمرات عالمية اجيوا ناس من خمسة وثلاثين بلد بمؤتمرين على البحران كان مؤتمر بحسي مقيم محكم يعني كلنا تحطها الشرق عنا مركز لأكاديمية التعليم العالي البريطاني عما ندرب الزملاء الكرام في الجامعة يصبحوا زملاء أو زملاء متقدمين أو زملاء أساسيين في أكاديمية التعليم العالي عنا خمسة وستين زميل وزميلة عنا كمان زميلة متقدمة أو زميلة أساسية فإذا تأخذ كل الشغلات مع بعض إنجازات الطلاب حضرتك إنجازات الطلاب اللي بتصير بالسبورت بالرياضة دورة الجامعات للسنة الماضية الحمد لله أخذنا بطولة كرة القدم كنا التاني تأخذ هذه الأمور كأنشرة في تأخذ عندما يتحدث عن سمعة الجامعة يرى تأثيرها العالمي كيف يصل لهذه الشغلات على الإقليمي وعلى العالمي طبعا ترجع ترى الخريجين وأهمية أن يكونوا يحسنوا التصرف يكونوا خريجين جيدين أرباب العمل يكونوا هن يريدون خريجين تانين مثلهم من الجامعة كما يبدو فيه كثير وهذه الشغلة تدخل أيضا في التصميم 10% سمعة الطلاب عن سمعة الخريجين نتاجهم وماذا ذلك بسوء العمل طريقة تفكيرهم بسوء العمل مثلا هذيك الثانية كمان كان فيه إنجاز 2019 طلابنا أو المركز الأول أخذوا شركة 2019 لإنجاز مصابقة إنجاز عملوا شغلة فزعة عملوا أبليكيشن هي من شين إذا يعني اصطر فيه كار بريكداون كيف يساعدوك أنك رجعوا راحوا على عمان على مستوى الدول العربية لسؤل حصل جينا من مركز الثالث ولبحوا جوائز ثانية فدائما يعني فيه تشجيع لثقافة التمييز تعتبرون الطلبة جزء من نجاحاتكم من تمييزكم في الجامعة دكتور ما فيه أي شك فيها يعني أنا بعرف من أثناء زيارة الاعتمادية والمراجعة المؤسسية قدش مدحوا بطلابنا قدش تعتبرون سفراء للجامعة يعني فهمانين طلابكم مو من البحرين بس طلابنا البحرين فيه مجموعة كمان يأتي من السعودية يعني بأطهد يسركين ويأتي درسوا طبعا كله على الانلاين يعني بس فيه مجموعة كمان من خارج البحرين جميل على اعتبار الانلاين وتكلمت يعني في البداية عن جائحة كورونا كيف تكيفت مع أوضاع كورونا يعني التمييز في الجامعة يجب أن يكون يعني فيها المرونة أيضا الجائحة لم تمهل أحد فاجئة الجميع قطاعات اقتصادية تجارية وأيضا تعليمية وكان ربما عليها يعني تحدي كبير اشلو انتكيفت مع هذه الأوضاع على اكتور سؤال حلو لأنه فعلا هو التمييز عندما تخلق ثقافة التمييز وثقافة الفلكسيبوليتي كيف تكون مرن حتى تقدر الحمد لله في المملكة يعني فيه كان استراتيجية واضحة من الأعلى يعني التربية والتعليم مجلل التعليم العالي والأمالية العامة بعتولنا طبعا كمان شغلات يعني إجراءات بعض الشغلات النظم عملنا وكيف بس كجامعة فعلا كنا سريعين جدا أنه وثتب الانلاين كنا موجودين عم ندرس مرنا الأسلزة كلهم فول تايم والبار تايم الطلاب مباشرة بلش تعليم بأوائل مارش تقريبا خلصنا الفصل الثاني بنجاح الحمد لله تخرج الطلاب الأسبوع الماضي في مجلس جامعة خرجنا 264 تلميز باكالوريوس ومجلس سير 13 طالب مجلس سير عملوا مناقشات لسير المجلس سير فالحمد لله يعني هذه الشغلة طبعا يعني الله يبعد عنها جميعا كنا بظروف صعبة جدا العالم كله كان بس الحمد لله بالتعاون يعني من الحكومة من الوزارة شلو نتقيمها دكتور بصراحة يعني وليس عملية انتقادية بقدر ما هي عملية توضيحية يعني التجربة جديدة على الكل يمكن المدارس الصغيرة اللي فيها طلبة صغار في السن كان صعوبة يعني طفل في الابتداء ولكن الثانوية والجامعة ناس يعني أقرب للنظج فبالتالي بذات طلبة الجامعة فشلو نتقيموها بالله يشوف الحمد لله بالأول يعني كنا طبعا خوفانين في أول الطريق بعدين طبعا تكنولوجيا ساعدتنا كنت نوعا سابتي بس الطلاب كمان بلشوا هني يعني يحسوا انه طريقة التعليم عن بعد والأونلاين كمان ممتعة لأنه الأول شيء المحاضرات مسجلة تقبلوها تقبلوها المحاضرات مسجلة كلها إذا ما حضر يعني كانوا يحضروا باستمرار نعرف نحن نحن 97.6% حضروا كانوا يحضروا بس إذا ما حضر المحاضرة فيه رجع يشوفها مرة تانية تقبلوها فعلا وصارت فيه شغلات يعني هلأ بالدول الغربية أو في عدة جماعات في العالم مش ضروري التقييم النهائي يكون قائم على امتحان هيدا الحقيقة يعني قد يكون التقييم النهائي قائم على مشاريع المشاريع البحسية بتعطيك presentation skills communication فيه شغلات كتير الطالبة بيتعلمها بيتعلم المسئولية هيدا أهم شيء نحن بدنا طلابنا يحسوا أنه جود سيتزنز يعني مواطنين عندهم ولاء للوطن صالحين بدون يشتغلون لمصلحة المنبكة البحران فهي الشغلات السكيلز اللي جيبوها الاكسرا سكيلز مش بس الأكاداميك سكيلز يعني بدك تعلموا الكونتون نحن علمناهن المحتوى كملناه قيمناهن على أساس المحتوى هيدا أهم شيء هل التقييم تبعون كان مزبوط مئة مئة ما في أي بلاش نتفصل الصيفي هلا الحمد لله عدد الطلاب زادوا عن الصيف الثلالي قبل لأنه حسوا الناس أنه في أونلاين صحيح عما نعلم مزبوط عما قيم مزبوط ولا أنا لا أحب يسافر ولا أحب أحد يستافر هذا الجيل جيل التكنولوجيا الجيل الأونلاين يعني ممكن نطلق عليه فبالتالي ما راح يلاقي صعوبة والعالم كله ما بعد كورونا راح يتغير وعلى تعليم من أكثر الأشيار راح تغير الدكتور أكيد تعرف أكثر مني أن البحث العلمي في الوطن العربي لا يلقى الاهتمام الكبير لدى الجامعات بعض الجامعات العربية تسعى لذلك يمكن في جامعات متميزة في لبنان وفي تونس على سبيل المثال لكن ليست ظاهرة عربية يعني البحث العلمي كيف تقيم البحث العلمي وكيف تستعون الاهتمام فيه دكتور شوف الحقيقة هو الاستراتيجيات يعني إذا بشوف مثلا سراتيجية البحث العلمي في البحران أو سراتيجية تعليم العالي في البحران صدقني من السراتيجيات العالمية لما تقرأ دوكومنت كأنك تقرأ سراتيجية في أي بلد أوروبي أو أمريكي أو أسرائي طبعا فيه شغلات تطبيق لازم كمانا الجامعات تكون هي بدأت تطبيق طبعا هي كمية الانفستمت في البحث العلمي على مستوى العالم العربي كله قليلة صحراتا بدوال غربي لقد تعرفك هذه الشغلات هي عائلة أنا مكلف البحث العلمي بس هو كمان البحث العلمي يعني بدي يكون الواحد فيه يعني أنا عاشت فيه الغرب عشرين سنة البحث العلمي دائما الإنسان بسويه في السبير تايم تبعه يعني من بالمساء بالويك أند بدك تعمل أبحاث تنشر كذا فهي بدت تخلق هي ثقافة ثقافة البحث العلمي فعلا إذا الثقافة وجد لأنه استراتيجيات موجودة طبعا الفلوس قليلة شوي بس كمان مش هي كل شي لفلوس بدك تخلق ثقافة البحث العلمي وكون في البيئة وتكون كلنا عملي شغل مع بعض حتى نخلي كلها الريزورسس تكون مشتركي يعني إذا عندك لاب معين في جامعة علمية الطبقية خلي جامعتين تستعملوا لا في مشكل يعملوا أبحاث نعمل أبحاث مع بعض ففي إلى حلول يعني طبعا لازم ننشر أكتر بالكيو أس لازم بيخدوهن فقط البابليكيشن بسكوبيوس لازم ننشر في مجلات عالمية يكون عنا سايتاشن كتير كل هذي من ضمن استراتيجيات اللي وضعتها الجامعة طبعا نحن بالتسبب أن الطلاب هذي السنة والسنة اللي أبل عمل لهم مؤتمر للطلاب تصور الاندرقالجو يعني البكالوريوس كانوا يطلعوا على ستاج ويعملوا الأبحاث أنا ذكرت لما كنت بعمرهم ما كنت يطلعوا على ستاج طلعوا وعملوا طبعا مجلس الطلبة في الجامعة عنا ما شاء الله عليهم مجلس الخريجين دائما مساعدين في أي نشاط أي إفنت مؤتمر للطلاب أي إفنت للطلاب فكمان هود الطلاب فيك تستعملهم رسائل المجسار في طلاب عندك هم ينشروا مجسار فيك تخذ رسائل وتنشرها يعني في عدة شغلات الواحد فيه يقدر يطور البحث العلمي لفلوس مهمة بس فيه إلا اللي تكون فيه إلا استراتيجية ثقافة وبيئة تأتي مع الوقت تأتي مع الوقت الحمد لله في البحرين حد استطور هائل يعني عمولك استراتيجية البحث وجامعة البحرين يمكن الجامعة الأم أيضا تعنى بهذا الموضوع الجامعة الأم يعني جامعة البحرين جامعة دائما متقلقة وبحث متطور وعنده يعني ظهور في عدة وهي من الأفضل في العالم يعني خذت تصنيفات ما في أي شك فيها الجامعة الرائدة ويجامعة الأم نتعلم من جامعة البحرين كل يوم يعني حتى من فعل دكتور ياط حمزة أخ كريم نتعلم منه كل يوم أكيد نتكملون بعض دكتور أكيد يعني لو نتكلم عن القطاع التعليمي الجامعي الخاص في البحرين التاريخة ليس كبير يعني لا يتجاوز السباة تاشر خمسة عشر سنة في هذا الحدود طبعا كتعليم عالي لدينا الجامعة البحرين كجامعة أمو لكن خلال خمسة عشر سنة كيف تجد يعني التحول كان هناك البدايات وكان هناك صعوبة البدايات ولا ربما كان هناك بطء البدايات لكن اليوم يعني ولله الحمد الموضوع بعد يتغير والكير في التجه إلى تصاعد جيد ولا الحمد كيف تجد التعليم العالي الخاص في البحرين بما فيه طبعا الجامعة التاريخة الله يحفوزكم أنا شوف يعني اشتغلت في بريطانيا عشرين سنة واشتغلت في دبي في جامعة ولونجونغ دبي كنت رئيسة وفي الكويت كنت نقل رئيس جامعة في جامعة خاصة قسط وجيت على البحرين صلي ست سنوات كان دكتور وهيب الخاجة الله يوجهه له الخير يعني رئيس لعشر سنوات طبعا كنت بقعني جي جي عم شوف تعليم الخاص كيف يكون واشتغلها طبعا مع إدخال اللوائح يعني اللوائح عطت سمعة وإجراءات طيبة للتعليم الجامعة الخاص في البحرين يعني مشكول المجلس تعليم العالي والأماني العام المشكولة هيئة كمان جودة تعليم والتدريب إنه خلونا نشتغل فيري هارت حتى نجيب نكون عندنا برامي ثقة تامة مش ثقة محددة والله فهي شريت كلها ساعة يعني أنا بعرف دائما متواجد كنت برات قبل الكورونا يعني قارج البحرين في مؤتمرات متحدث رئيسي كنت شوف النس ومشي فيها مظهور بإذن الله الستراتيجيات واضحة واضحة جدا أقول لك سراتيجيات أنا أول ما جئت متذكر 2014 لما درست استراتيجيات البحث العلمي والتعليم العالي في البحرين لأيتها مثل بريطانيا أو أستراليا مثل أي دولة متقدمة جدا في البحث العلمي فالجامعات تطورت جدا طبعا بعد في مجالات أنه تطور كثير في مجالات تشهر مع بعض جامعة البحرين جامعة الرائدة دائما تطور يحتاج إلى السمعة والثقة هي الآن موجودة دكتور على أكس مكان ربما في البدايات كان هناك شيء من ما بيقول عدم الثقة لكن عدم وضوح الرؤية كان في علامات استفهام أو سؤال يوم الموضوع مختلف 100-100 يعني فيجين 2030 مع الرؤية الواضحة من التعليم العالي حتى يعني بالجامعات الخاصة يعني مثلا بجامعتنا جامعة المنطبقية لما يجي كدام من رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الأمناء وكون عندهم رؤية واضحة وعندهم فيجين وعندهم انفستمنت يعني مش الدكتور وهيب هو أكاديمي هو انفستر بس أكاديمي كمان يعني بده سمعة الجامعة بده يعمل انفستمنت الحقيقية فطورناها في عدة مجالات يعني تطوير أعضاءها الطلاب الأساسيزة تطوير الطلاب الدائم المستمر خلق جيل يعني جديد يؤمن بالولاء للبحراني يساعد في تطوير وطن وتشوفهم باحتفالات العيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك روز الله ورعاه وتشوف طلابنا كيف الإبداعية في الاحتفالات هذه ما كنت شوفها بجامعات تانية بفراحة عندهم إبداع بهذه الشغلات الإبنس والفونكشن فالحمد الله أنا نتقول المشيين بالطريق الصحيح إن شاء الله يعني دعم التعليم جاي من الفيريطوب يعني لما تجيك الدعم من أحلى المراكز يعني ما في إلا إنك أنت تشتغل تشتغل بصدق وأمان بتشوف كيف هالجامعات يعني تتطور وكل جامعات الحمد لله عمال تتطور ولله الحمد دكتور أي إنجاز يحملكم مزيد من المسؤولية اليوم حينما نتكلم أنتم من ضمن الأفضل على مستوى العالم يعني المرتبة 651 إلى 700 من ضمن 5000 أنا أكرر المعلومة ضمن 5500 جامعة تأهلت أو قدمت لهذا التصنيف من حوالي 28 ألف جامعة في العالم هذا يحمل المسؤولية شنو خطاتكم للقاد دكتور شف أخالي هي الشغلات بدي يكون فيه استراتيجية واضحة الحمد لله عندنا استراتيجية بالجامعة كانت في 2015 إلى 2020 من ضمنها كانت يعني التصنيف العالمي والتقييم العالمي وهلأ بلشنا بالستراتيجي بلان الخطة استراتيجية 2020 إلى 2025 طبعا التصنيف المحافظة عليه يعني توصل يمكن يكون سهل التحافظة عليه يمكن يكون أسعب فضمن استراتيجية تبعنا فيه لجنة شكلت طبعا بالجامعة يعني برئيسة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية وقدمة المجتمع محمد يوسف ومسؤولة عن كل التصنيفات العالمية ففيه لجنة بتساعده فيه خطط يعني نوضعها يعني لما حطينا لو وصلنا للعالمية هون كنا نعطين كذا نسموها مايلستون أنه لازم نعمل مؤتمرات مع جامعات عالمية في البحرية وتكون جامعة يعني مؤتمرات عالمية لازم نحصل الهاتش اي اي سنتر لازم نعمل لازم نعمل لازم نبلش بالرانكينج بالجامعات العربية بالأول بالتايمز هاير أو بالكيو أس أو بالجريم ماترك بالجريم ماترك تقييم جامعات الخضراء رأمنا 636 في العالم فكل الشغلات هذه بدي يكون فيه إلى استراتيجيات وإلى بلانز طبعا يكون بدي يكون إلى بلان محدد إلى كومتة إلى ناس يعني في واحد يعني ليد جروب يعني هاي الشغلات لازم نتنوضة طبعا بإذن الله إن شاء الله نقدر نحصل مراكز متقدمة أكتر من 651 بالمستقبل رح نشتغل على هذا الموضوع أكيد يعني تعزيز البحث العلمي أكثر وتشجيعه شغلة مهمة جدا طبعا السماعة الأكاديمية هي بالنهية كما قلت لك السماعة الأكاديمية بالكيو أس هي 40% يعني هي الأهم شيء و10% على على سماعة الخريجين فأولي الشغلتين كمان نكون إليهم تقريبا نصت نصت يبقى الأربعة الأخرين يققوا عليك الأربعة إلى 50% تصور أهميتها أن يكون عندك سراتيجية تفهم لمعايير هاي هذه قصة التصنيفات أنا لما كنت في جامعة سالفوت في اليوكي كنت نائب رئيس جامعة للبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي فأنا عبيت وقت الـ QS كنت عم بسويها أنا بإيدي لما قدمت عليها في جامعة سالفوت فيها شغل وفيها عمل بس بدها تخطيط وبدها تنظيم كذا فالحمد لله يعني حطينا استراتيجيات واضحة الدعم المتواصل من دكتور وهيب حقيقة رئيس مجلس المناء الرؤية والفيجين الواضحة للتعليم العالي للتعييد المستمر والمساعدة الوزاة التربية والتعليم سعدت وزير يعني الدكتور مجلس معلم المعامين لما قلنا نكونوا بالتصنيفات العالمية التصنيفات جامعة مثل جامعة العلوم التطبيقية جامعة البحرين غيرها تكون من ضمن التصنيفات العالمية وتتميز إلى أي مدى ينعكس على سمعة التعليم العالي البحريني في الخارج قبول يعني الجامعات لأن تكون في شراكة مع هذه الجامعات الطلبة يأتوا من الخارج كيف ينعكس كيف ينعكس جدا لأنه يعطيك سأة بالنفس يعني 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 يعطيك هي بيسموها يعني دلال على جونة معينة بالتقييم يعني جامعة البحرين أو جامعة المضطبيقية بتشوف مثلا حتى رؤساء أو الجامعة دائما موجودين كمتحدثين رئيسيين ببلش الناس تدعيك أكتر لأنه بشوفك أنه جامعة متميزة الطلاب بسنا عندهم سأب الخرجين بسنا عندهم سأب نفسهم أكتر لأننا فعلا الخرجين من جامعة مربوقة يعني عالمية بتعطي سمعة طيبة للجامعة للمملكي ككل هذه الحقيقة يعني بتفيد بطبعا جلب الطلاب للجامعة ما في أي شك فيها لما تكون موجود بكل هذه التصنيفات والأهالي صاروا يعرفوا يا دائما اليوم بجودنا وثبات من من أهالي الطلاب والخرجين مبسوطين سعيدين الناس تعرف بالتصنيفات العالمية يعني مهمة جدا باختيار الجامعة الصح أكيد ساعدنا بهذا الإنجاز دكتور نهنيكم مرة ثانية نتمنى لكم إن شاء الله مزيد من التميز بما ينعكس على التعليم في البحرين سواء العالي أو منظومة التعليم لأن يعني الولوج للمستقبل إن شاء الله لن يكون إلا من خلال التعليم سموية العهد دائما يؤكد عليه هو راعي راعي إصلاح التعليم في البحرين الآن ويعني نحن نأمل إلى اقتصاد المعرفة في المستقبل وهذا اللي بينت ممكن أزمة الكورونا أننا فعلا محتاجين إلى الأتمة والتكولوجيا ويعني ثورة الصناعية الخامس كل تشكر والتقدير نكرر لكم التهنية دكتور شكرا أخي علي بشكرك على المؤمنة الطيبة بشرك على الحديث الطيبة يعني استمتعت فيها يعني شكرا شكرا كما أشكر لكم مشاهدين ترام حسن المكتاب على التنقيم في حلقات أخرى إلى لك اشتركوا في القناة